أطلق رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والسفير الصيني بالقاهرة شعلة التشغيل التجريبي لخط الانتاج الجديد للألياف الزجاجية فايبر جلاس بطاقة انتاجية تبلغ حوالي 200 ألف طن سنويا بمصنع شركات جروش مصر بس سخنة وخلال فعليات مرسم التشغيل التجريبي أكد جمال الدين حرص الهيئة الدائم على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركاء النجاح من أصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين والمشغلين مشيرا إلى تطلعه لزيارة الصين لاستكتشاف آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين